اشتركوا في القناة ابيض حصاد العرب في كأس العالم نتائج مشرفة الارجنتين في المونديال مع جيزة نسي كابتن ناصر ابراهيم في ديافة اخبار اما عما وضعنا اللي حابين نتكلم فيه مع حضراتكم رسالتك ايه لعيبة نادي الزمالك قبل لقاء الحدود توقعاتكو كمان لنتيجة اللقاء جاوبونا على السوشيال ميديا بتاع قناة نادي الزمالك ما ننفعش النهاردة في بداية الكلامي ما نتكلمش عن اهم لقاء في تاريخ الساحرة المستديرة ليه اهم اللقاء عشان كل حاجة في كأس العالم الساني دي اعجاز كلها تاريخية كلها قوية انا صوتي رايح من لقاء مبارح انا صوتي رايح من ستة اهداف كل هدف لكل منتخب بحتفل انا بيحب فرنسا اه ولكن ميسي والتانج بيجيبوا اهداف قوية جدا 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 فمع كلها هدف سريخ واحتفال وحاجات فانا من مبارح صوتي لسا رايح فعذروني يعني لو صوتي رايح شوية ميسي عمل معجزة ومتهيق لي ده افضل عنوان اتكلم فيه معاكم النهاردة عنوان حلقتنا كأس العالم الساني دي ومعجزة بميسي التاريخ بيقول كده الواقع بيقول كده خلاص انتهى الجدل بتاع مين افضل لاعب في اخر حقبة زمنية مين افضل لاعب في تاريخ القرى في اخر 20-30 سنة انتهى الجدل في الحتة دي انتهى طبعا مش ميسي اخذ كأس العالم وهم مش هيمحي تاريخ كريسيانو ولا تاريخ بيئت اللعيبة ولا عارفين لسا بابي وهالند والشباب الصغيرين اللي جايين هيعملوا ايه ولكن تاريخ كبير جدا عملوا ميسي واختتموا بكأس العالم اخيرا في حاجة انتهت صح يعني ايه في حاجة انتهت صح انا من اول موعيط على الكرة بنشجع لأسماء كبيرة جدا انا كنت من عشاء زين الدين زيدان بعشاء زيدان شايف سطورة كبيرة لازم ينهي كأس العالم 2002 بالبطولة يفوز بكأس العالم ينتهي بيه كأس العالم بقصة مأساوية النطحة الشهيرة التارد الشهير خصالة بلاده الفاينل على حساب ايطاليا 2006 وانتهى القصة بتاعة زيدان كمان الدون الدون كريستيانو رونالدو عامل اداء عظيم يورو ماشي بشكل كبير جدا يجي تقليبا في اخر كأس عالم لي مش عارفين ممكن ايه دور في دماغه ولكن على الورق ده ممكن يكون اخر كأس عالم لي يخرج بشكل يعني صعب جدا يخرج بشكل صعب الناس كلها بتقول صعب علينا اه احنا كنا فرحانين من منتخب المغرب ولكن كان صعب فكورة عادة ما بتديش الاساطير دي في اخر بطولة ليهم ولكن الكورة عكست كل حاجة ادت ميسي والكورة لو مددش ميسي هتدي مين ده سؤال مهم لو الكورة اه مددش 2006 زيدان ومددش كريستيانو السنادي ولكن ميسي في 2014 كان الافضل وجات عليه فصلحته السنادي ميسي فضل يا اوح فضل ورا الحلم فضل صبور جدا والناس اللي بتقول ميسي هو افضل حد في المنتخب من الفين وكام من اوما بدأ مع منتخبه وهو افضل حد في المنتخب ميسي يا جماعة شارك في خمسة كاس عالم في كاس عالم واحد فيهم ما شاركش خمس نسخ بيكافح ان هو يوصف وصل للفاينال وما طوعتوش ما طوعتوش ولكن السنادي بتطوعه الجميل في ماتش مبارح ليه بقولوكم ماتش مبارح ماتش تاريخي من اهم لقاءات في تاريخ الساحل المستديرة واحنا لنا الحظ اللي احنا كنا شاهدين على الماتش ده ليه بقول كده انت كل جون بيتسجل بينقل مع حاجات كتير جدا ميسي سجل جون الاول بقى هدف البطولة رقم واحد ادى افضل حارس البطولة لحارس مارمى منتخب الارجنتين مارتينيز ادى بلاده افضل منتخب وهياخده كاس العالم ادى جهاز كتير جدا لمنتخب بلاده هو هياخد افضل لاعب مع افضل هدف امبابي ام سجل كل ما امبابي سجل ياخد كل الالقاب دي معاه يعني امبابي سجل هدف ياخد كل الالقاب دي افضل منتخب والهدف وافضل لاعب وافضل حارس كل حاجة ياخدها منتخب فرنسا يرد دي مارية ياخد كل الحاجات دي الناحية التانية يرد الناحية التانية ميس ياخد كل الحاجات دي نحية ارجنتين ياخد الألخاب مرة تانية كلها في كافة فرنسا كأس العالم كان حيران مبارح بين قرتين كأس العالم كان بين كل 20-30 دقيقة بيروح لقرة أوروبا وأمريكا الاتينية بتخانق مين كأس العالم؟ وكل من هو بيشجع أي منتخب وأي حد حتى من عشاء فرنسا جوا حتة كده اللي هو لو ميسي كسب أنا مش هزعل أنا واحد من الناس دي على فكرة أنا بشجع منتخب فرنسا ولكن كنت لو فكرة لو ميسي كسب أنا مش زعل أمريكا ده يعني سعيد لي فرحان اللي هو ختم تاريخه بالشكل ده ألقاب ميسي وصلت لـ 36 بطولة طول ما صرته حتى الآن مع قرة القدم ميسي قبل ماتش النهائي قال ده هيكون آخر ماتش اللي سلامه للناس فيه توديع ولكن تصرحاته بعد اللقاء لده ممكن ما يكونش آخر ماتش ليه بتشيرت منتخب لأرجنتين ميسي أخد كأس عالم بطولة واحدة واحدة كوبا أمريكا عشرة دوري أسباني واحد دوري فرنسي ولسه القادم مع أكيد فرنسا كأس أسبانيا سبع مرات السوبر الأسباني سبع مرات دوري أبطال أوروبا أربع مرات السوبر الأوروبي ثلاث مرات وكأس العالم لأنديها تلاث مرات ويبقى أهم لقب في كل دول هو كأس العالم والقبلة دي ما فيش حد بيعشق كرة القدم ما دمعش زي كل العالم في الصورة دي ما أشعرش ما أشعرش مع الصورة دي هو ماسك أفضل لاعب وهو لسه ما استلمش كأس العالم معادي شافه لا قاله ما ينفعش ببسكش ما ينفعش ما ينفعش مقدكش في حضني وأسلم عليك أنا فاكر صورته 2014 هو معادي وببصله بصت له أنت إيه تخيلوا معايا كأس العالم ده ما حدش ينفع يمسكه غير رؤساء رؤساء وملوك فقط كمان لاعيبة كرة اللي حصلوا على كأس العالم تخيل كم ممكن ممسي في يوم الأيام ما ينفعش يمسك كأس العالم صعبة صعبة أهم لاعب في الفترة دي لقلي نجم كبير جدا بس كأس العالم السنوات ما كانش ممسي بس يعني كأس العالم السنوات دي ما كانش ممسي فقط كأس العالم دي 2014 تفتكروا هنا كان فيه إيه الديالوج اللي باين أو داير بين ممسي وبين كأس العالم تفتكر كان بيقوله إيه بيقوله هجي لك تاني هنتقابل تاني هتيجي معايا في يوم هتطيعني في يوم وفعلا طوعه وفعلا كم معاه وتحولت للصورة دي وسر تحول ممسي من الصورة دي للصورة دي أنا شايفها أسرته أسرته أو أولاده اللي كانوا بيبكوا لما يخسر هو فاكر بكاء أولاده رسالة ابنه ليه قبل البطولة اللي نشرتها مراته بعد اللقب رسالة كهوية جدا قبل الماتش تحديدا لما ابنه بيقوله أنا بكينة كثير جدا في الفاينل قبل كده ومش قادر أنسى البكاء مش قادر أنسى الحزن البطولة دي هتكون التالتة لأرجنتين كلنا هنشجع ميسي وقال كلمة جميلة جدا قال له وأكيد مرادونا هيشجعنا ويشوفنا من السماء كلام من طفل مهم جدا أكيد ده كلام اللي خلى ميسي يقاتل في السن ده 120 دقيقة هو ده هو ده الكلام اللي خلى ميسي يقاتل ولكن الكمام مخلي كاسا العالم ده نسخة ندرة التنظيم عبقرية التنظيم عبقرية كل حاجة اللي استاد معمول إزاي الدخول عمل إزاي الخروج عمل إزاي الاستقبال الحفاوة قد إيه قطر صدرت للعالم كله ثقافة الوطن العربي قد إيه قلنا لهم إحنا عاملين إزاي ثقافتنا عامل إزاي إحنا قد إيه عندنا قرم العرب قد إيه عندنا عزة في العرب قد إيه عندنا قوانين ولكن ماذا لنتوا فهمينها العرب بالنسبة لكم وبالنسبة للناس لا مش عبارة عن صحرة وجمل الصورة دي صورة تاريخية ميسي بيرفع كاس العالم بالعباء العربية الناس كلها كتلابسة جلبية عليها لوجو الفرق بتاعتها الغطرة والعجال كانوا شعار النسخ الكاس العالم كورة الكاس العالم وميسي بيسددها الزوم على الكورة مكتوب عليها باللغة العربية مكتوب عليها لغة عربية شعارة فلسطين وعالم فلسطين مرفوع في كل مكان في قطر الوطن العربي وجه رسائل قوية جدا للعالم كله قد إيه العرب بروا الناس إحنا عندنا شهامة قد إيه المشجع اللي شال حفيد تيتي مدرب البرازيل ومشي ماعرفش هو مين شال ومشي بيه مسافة كبيرة جدا بعد كده مدرب البرازيل طالب يقابله وقال له أشكرك على الشهامة المشجع اللي لقى فيه مشجع أرجنتيني هيمشي قال له هتمشي الليه ده أنتو لسه كاملوا للفاينال قال له أصلا أنا ما معيش فلوس قال له أنت هتقعد في بيتي وأخذ الشنطة وقعد في بيته واستلم الكاس يا جماعة العرب بيصدروا ثقافتهم للعالم بيوروا للعالم قد إيه إحنا أبو التطور قد إيه إحنا أصل أصل الحضارات الوطن العربي أصل الحضارات عشان كده لما كأس العالم جي في الوطن العربي كان لازم يخرج بالصورة دي كان لازم يخرج بالصورة دي إحنا أساس كل حاجة أساس كل العلوم أساس كل أي حضارة أي تاريخ أي حاجة إحنا الأساس الوطن العربي ككل فما نشوف الصورة دي فأفضل بطولة في العالم كأس العالم أفضل لعب في العالم مش عايز أقول في التاريخ إن فيه لعبة كتير في التاريخ الصورة دي محدش هيقدر ينساه بعد 200-300 سنة الناس هتجيب الصورة دي يقولوا سنة 20-22 ميسي رفع كأس العالم بالعباء العربية في حاجات ما بتنتهيش في حاجات ما ينفعش تنتهي سواء كانت حلوة أو وحشة وكأس العالم ده مفهوش ذكرى وحشة كأس العالم ده مفهوش حاجة خارجة كأس العالم ده مفهوش أي تفصيلة وحشة كلها إنجازات الإنجاز كمان بالنسبة لنا منتخب المغرب منتخب المغرب اللي خلى النسخة دي بالنسبة لنا كمان كمشجعين عرب وأفرقى مختلفة مختلفة منتخب عربي بيفتح لك الباب وكل منتخبات العربية والأفريقية بتسأل نفسها دلوقتي أنا ليه ما كنتش مكان المغرب وازاي يكون مكان المغرب ده سؤال بيدور في أذهان كل المنتخبات العربية والأفريقية ليه وازاي كله هيجتهد كله هيحاول المغرب مش بس سدة أمال وأمل كبير وفتحت الباب لكل المنتخبات العربية والأفريقية ده زي ما قلنا لمحمد صلاح وحكيمي وزياش وكل الأسماء العربية الكبيرة المحترفة في كل الدوريات الكبيرة بيخلوا الأندية بص على اللعيب العرب منتخب المغرب هيفتح عانيهم كمان إن قارة أفريقيا والدول العربية عندها كنوز دي فرصة نصدر ولدنا نوديهم يلعبوا ينشروا ثقافتنا يتقلقوا ويرجعوا يلعبوا باسم بلادهم ويشرفوها زي ما حصل مع منتخب المغرب نسيب ميسي ونروح لنجمة آخر تقلقوا ما ينفعش ما يجيبش اسمه إنبابي إنبابي اللي بيطمننا إن اللي جاي حلو كنا كلنا عندنا تخوف لما ميسي وكريستيانو يبطروا هيحصل إيه مين هيخلي صوتنا يروح زي كده مين هيمتعنا مين هيخلينا قاعدين منبهرين إنبابي إنبابي اللي صنع تاريخ بالفعل رغم خسارته لقب كأس عالم ولكن بقى تاني لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هاتريك في الفاينل بارح إنبابي شايل فرنسا كلها على كتفه إنبابي بجد واخد فرنسا كلها على كتفه وأنا شايف الصورة دي شبه صورة ميسي 2014 لا لسه ياخد كأس العالم اللي فات ولكن دي شبهها 24 سنة اللاعب لسه صغير عيب ميلاد بعد كم يوم لسه صغير أتوقع هيحضن كأس العالم بعد 4 سنين بعد 8 سنين لسه عنده كتير طبعا هو تاني واحد يسجل هاتريك اللي سجل هاتريك أول حد في العالم كان هيرست لعب منتخب إنجلترا سنة 66 في نهاية بين إنجلترا وألمانيا إنبابي كسب بجدارة لقب هداف المونديال كمان بقى يعني هداف المباريات النهائية لمونديال عبر التاريخ بتسجيل أربع أهداف هدف في شباك كرواتيا 2018 ثلاث أهداف في الأرجنتين البصة دي صعبة صعبة جدا هي بصة صعبة ولكن هو هنا أيضا بيقول لكاس العالم نفس الكلام اللي قاله ميسي نفس الكلام اللي ميسي قاله 2014 هنا بيقول له أعمل لك إيه تاني أعمل إيه تاني أجيب الجوان من إيه تاني أصغر لاعب في العالم جاب هاتريك هو عنده 23 سنة و300 300 حاجة و20 يوم أو حاجة و30 يوم أعمل إيه تاني سجل 3 ضربات جزاء في ماتش واحد يا جماعة في حد يقدر يعمل ده سجل 2 في الماتش واحد في ضربات الجزاء في فاينال كأس عالم في فاينال كأس عالم والثلاثة تقريبا في نفس المكان بنفس الدقة بنفس القوة ولعب عنده كم سنة؟ هيتم بكرة ولا بعدها بكرة 24 سنة مش هقول لك بقى الكلاشي بتاعنا لما اجيه عندنا لعب عنده 24 سنة من سميه لعب ناشئ مش هقول الكلام ده دلوقتي مش وقته ده واخد كأس عالم من 4 سنين من 4 سنين واخد كأس عالم كان عنده دخل على 20 سنة كده دلوقتي بيتقلق ويتعملق هو كان بيتلاعب بدفاع منتخب الارجنتين زي ما هو عايز انبارح فرنسو كلها ما جاتش غير بعد ديئة 70-80 لكن ميسي لما انبابيه يسجل بدأ يشيل تساوى بـ 12 هدف في كأس العالم مع بيلي فاضل معاه كم هدف علشان يتخطى كلوزا يقدر يعمل كده في كأس العالم القادم أو البعدي ما كانش ينفع ما بدأش معاكم النهار ده بكلامنا عن كأس العالم لسه في الحديث دقية ونتكلم اكيد في وسط الحلقة عن ميسي وعن بقيت اللاعبين وبالتأكيد نتكلم عن نادي الزمالك بس نطلع تقرير عن المعجزة ميسي في كرة القدم فان المفاجآت دائما ما تكون حاضرة وبرغم ما قدمه نيمار ووصل اليه رونالدو الظاهرة فان احكام كرة القدم ليست عادلة غياب العدل عن المستديرة كان هو ما اتفقت عليه الجماهير الغفيرة ما حققه رونالدو الظاهرة طول تاريخه كان اعجازيا فاز بلقبين لكأس العالم وهو ثاني هد في كأس العالم التاريخيين لكنه لم يفز بدور أبطال أوروبا أبداً نيمار رغم ما فعله في مسيرته مع الأندية لم يفز مع البرازيل بكأس العالم حتى كريستيانو رونالدو البرتغالي رغم أن أرقامه وتاريخه قد تفوق أندية ومنتخبات إلى أنه ظل عاجزاً أمام كأس العالم وبتطبيق ما سبق على مسيرة أفضل من لمس كرة القدم فإن الأرجنتيني ميسي فعل كل شيء وفاز بكل الألقاب الممكنة ألقاب جماعية وجوائز فردية لكن التتويق بكأس العالم يظل هو النقطة الفارقة في مسيرة ميسي الكثيرون كان يقارنون بين ميسي ومارادونا بالرغم من أن مارادونا لم يحقق الكثير مع الأندية الأوروبية مقارنة بميسي لكنه فاز بكأس العالم معادلة تشرح لنا كيف سكن مارادونا قلوب وعقول الجماهير في ختام مسيرته كان لابد للكرة أن تكون أكثر إنصافاً أكثر عدلاً مع ميسي معظم سكان كوكب الأرض كانوا يريدون تتويق ميسي باللقب لك أن تتخيل أن مدرب المتخب الفرنسي دي 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 شامب الذي خسر النهائي خرج بتصريح قبل مباراة النهائي ليؤكد أن بعض الفرنسيين يريدون تتويق ميسي بالمونديال مونديال قطر شاهد على أن كرة القدم قد تكون عادلة بعدما شاركت الأرجنتين في المونديال ليثبت ميسي أنه باب المجال أهلاً بحضراتكم من جديد ونبدأ أخبارنا بأخبار نادي الزمالك والنهاردة اختتم فرقنا استعدادوا لمباراة بكرة إن شاء الله اللقاء عنده مع حرس الحدود يعني ماتش مش يكون أيضاً ممارشات السهلة بكرة اللقاء يعني هيكون فيه شغل بدني كبير جداً عشان كده الخبر اللي حين معتدين عليه قبل اللقاء بيوم المدرب ينزل بالحمل البدني وركز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية خلال التدريب وإن شاء الله نوفق ونقدر نحقق الجمل دي بكرة ونقدر نتسجل منها أهداف فلئنا دخل معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي النهاردة ضمن البرنامج الوضع البرتغالي فريرة قبل مباراة غدا فريرة فضل إن الفريق يخود مرانو الجماعي عصر اليوم على ملعب النادي ثم الدخول في معسكر سريع لمدة 24 ساعة والراجل بيفضل قبل أي لقاء يكون اللعبة كلها مع بعض في معسكر في فندق قريب من الاستاد اللي هنلعب فيه 24 ساعة أبرتغالي فريرة المدير الفني لفريقنا حرص على توجيه بعض التحذيرات خلال مران النهاردة من نقاط قوة في فريق حرص الحدود فريرة حذر وبشدة من الهجمات المرتدة لفريق حرص الحدود في ظل قدرتهم على ترجمتها الأهداف ده يبين الدير راجل مذاكر فريق حرص الحدود كمان منح مجموعة من التعليمات للثنائي زيزو وإمام عشور بخصوص الضغط على المنافس وضرورة استخلاص الكراط بشكل المسلوسي خلال الساعات اللي فاتت طلب منه إن هو يصحح وضعيته بالتمركز في الكراط الثبتة والعرضية من الفريق المنافس فريرة أشاد بالمستوى اللي ظهر به المسلوسي بالفترة اللي فاتت بس طلب منه بعض المهام الأضافية الأخرى لتنفذها في المباريات القادمة من بارة حنا كنت في نادي الزمالك وشفت اللعيبة نازلة للتدريب التدريب كان بدري يعني قبل عشان يلحق يخلص التدريب ويروحوا يتفرجوا على ماتش الفاينال الحالة كانت عالية جدا بين اللعيبة عمر جابر كان حالته جيدة بعض اللعيبين عملت بعض التدريبات التأهلية قبل ما ينزلوا الملعب عشان يكونوا جاهزين التدريب كان قوي جدا مبارح طبيعت منه بعض الأجزاء من داخل النادي الروح عالية جدا إن شاء الله اللعيبة تكون جاهزة بشكل كبير جدا نقدر نكسب بكرة 3 نقاط وبالكلام عن لقاء بكرة تعالوا نطلع لتقرير عن لقاء الغد أمام حرس الحدود كل العالم بيتكلم على تلقي الثنائية المغربية عز الدين أناحي وسوفيان مرابط لاعب الوسط المغربي طبعا العديب من العروض الأوروبية ويأتي ذلك بعد تلققهما بشكل كبير جدا ويأتي ذلك بعد تلققهما بشكل عظيم مع منتخب أسود الأطلس في منديال قطر عشرين اثنين وعشرين واضح إن أكتر من نادي عينوا عليهم قال يعني موقع فوت يعني في مركاته الأسباني إن هناك عروض كتير جدا جاية للعيبة تحديدا أنها حجالة عروض أوروبية كتير وأبرزهم نادي برشلونة يعني أتمنى ده يكون كلام صحيح وعرض كبير جدا ولم أؤكد أنه سيترقع عروضا هاما خلال فترة انتقالات الشتوية الشهر المقبل وأضاف الموقع لدى النادي الإيطالي بالفعل عديد من العروض على الطاولة ويعد تتنهام الإنجليزي أحد أكثر أندية المهتمة بالدولة المغربي سوفيان مرابط الذي يرتبط مع فورنتينا لمدة عشرين وعشرين وهنا النادي في مأزق يا هيواف في عربية اللاعب دلوقتي يا الفترة اللي جاية في الانتقالات اللي بعد اللي جاية يروح اللاعب فري فهمت هيقلي من الأفضل ليهم كان أندية اللي بره دي بيتفكر بيزنس شوية أنا اللاعب ده جيبته كام وهكسب فيه كام وأقدر أجيبه واحد تاني جديد ويقدر يكون معايا بشكل أفضل من كده أهم ده عندهم شوية حاجات استثمارية عكس بعض الأندية في الآخر نتمنى نشوفهم في أكبر الأندية الأوروبية معنا على التليفون من قطر بقى صديقنا العزيز مصطفى يحيي الدكش اللي كان دايما متواصل معنا بعيشنا في الأجواء حابين بقى نتابع معاك ده الأجواء حاليا عاملة إزاي وآخر مدخلة من قطر صديق يا دكش حبيبي يا محمد أخبارك إيه؟ يعني بأينا على صوتك الفرحة من مبارح آه والله يعني الحمد لله أجواء مبارح كانت أجواء كلها تاخدك للفرحة واحد من أفضل النهائيات على مستوى بصولة كأس العالم مباراة آآ يعني خارج التوقعات بكل الأشكال وبكل المقاييس آآ ما أعتقدش أن فيه واحد في العالم ممكن يختلف على قوة المباراة وعلى متعة وجمال المباراة بتاعت إمبارح اللي جمعت ما بين الأرجنتين وفرد يعني أكيد كان إمبارح اللقاء قوي جدا ولكن إيه اللي حصل من جيروه بعد التغيير؟ يعني الرجل كان منفاعل جدا وانتكت في الملعب فكان اللقطة عاملة إزاي من داخل الملعب؟ والله يا محمد الحمد لله يعني الحمد لله كان ربنا كاتب الليلة برضو اللي انفرد بلقطة جيرو ده يعني انت انفردت بكل الحاجات اللي في كأس العالم يا عامل حبيب ربنا يا خليك يا محمد والله العظيم يعني الحمد لله آآ هو كان واضح أنا كنت متوقع أول لما لقيت خلاص الفرنسا المدير الفني خد قرار تغيير من جيرو والصوت الأول وفي النهائي كأس العالم كنت واثق إن اللعب هيطلع غربان طلع تلم انفعل بشكل كبير وبدأ على طول يرمي إزاست المياه ولما قاعد بدأ ياخد الجاكت بتاع المنتخب كده ويرمي على الأرض أكتر محدد من اللعبة اللي كانت متوقعة على دكة فرنسا كانوا بيحاولوا يهدو خصوصا طبعا اللي هو بيتغير وفرنسا متأخرة بهدفين قدام الأرجنتين فأنت كده كمدير فني بتحمل اللاعب بوزء كبير كده من التأخير كان بين اللي هو متوقع وكان بين اللي هو غضان لكن مجمع يعني الأحداث كانت كلها ممتعة محمد يعني ما تقدرش تقول مين اللي مجدود أكتر من مين اللي بلعب كله مجدود جمهور أرجنتين كان بدأ بس المنتخب الأرجنتين بدأ بشكل قوي وأنا ما أتفرج على اللقاء حاسيت أن بين الشوتين أو الشوت التاني جمهور فرنسا ماشي منه كتير ودي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي هو فعلا يعني لعبة الأرجنتين أو جمهور الأرجنتين ولكل الناس اللي في الملعب ما كانتش متوقعة السيناريو دوت كل كان متخيل أن فرنسا هي اللي هتكون فعلي والأرجنتين هي اللي هتكون رد فعلي لكن دوت أو الإحساس دوت هو اللي كان سبب في النتيجة اللي احنا شفناها مبارح الثقة الزايدة اللي كان بلعب بها لعبة فرنسا أو نزلهم بها المبارحية اللي خلت الأرجنتين مسكت الملعب بشكل طب عن نقيد بقى كان رد فعلي جماهير أرجنتيني بعد الرمونتادة القوية دي والله صدمة كبيرة جدا يعني أنا صاعد عليها جمهور الأرجنتين جدا كنت خايف بصراحة من فرنسا تحصل اللقب لأن جمهور الأرجنتيني واحد من أفضل الحاجات وأفضل العناصر اللي كانت موجودة بصراحة في كاس العالم جمهور عاشق لكورة القدمة محمد أصغر طفل فيه حافظ أغنية منتخب بلاده هي أكبر شخص فيه وده اللي حصل لهم أول لما جيت جونة تانية صدمة كانت كبيرة جدا على كل الناس اللي موجودة في الملعب والفرحة كانت بتقابلها فرحة كبيرة جدا على رئيس فرنسا اللي يعني شال من على كتافه كده كل أشكال البروتوكولات العالمية وكان بيحتفل زي وزي أي مشجع في المدرجات لكن طبعا جمهور الأرجنتين رغم المنتجة فرنسا لكن الأمل كان موجودة عندهم الوقت ده محمد خلني أقولك الأعداد كبيرة جدا من الجمهور اللي متاجد في أرض الملعب بدأ يظهر عليه الحزن الكبير في ناس منهم بدأت تعايد بشكل كبير جدا اللقطة الغريبة شوية وهو شقيق ميسي شقيق ميسي بعد الجلم التاني انفعل بشكل قوي جدا على أحد المشجعين الفرنسيني اللي كانوا بعد جلم فرنسا بعد جلم فرنسا التاني التعادل انفعل بشكل قوي جدا على المشجع دوت وبدأ يعني يقول له يعني اطلاع لي كده وبدأ يشاور له وبدأ أكتر من حد يحاول يهديه لدرجة أبناء ميسي الصغار كده بدأهم يهدوه يعني الوضع كان بين القلق على كل مشدود جدا واجدوا الحزن الكبير جدا الضغط ده بقى محمد اتحول وبدأ على طول يظهر مداه بعد نهاية المباراة يعني طبعا الجن التالت لما جيه للأرشنطين برضو ما كانش في الارتياح كانوا قال قالين جدا ما كانش خلاص مفاضل يعني خلاص على شوت طبعا داي كانوا قال قالين جدا اه وده اللي حصل يعني ده اللي حصل لما فرنسا عملت طبعا المنتدى من أول وجديد وجابت جن تالت الضغط كله بقى بقى في اللحظة ديات بعد نهاية المباراة بعد ما انتهت رخلات الجزاء يعني الجمهور اللي كان بعيط خلأ أكتر من الجمهور اللي كان بيحتفل صحيح وده اللي كان ممتع جدا يعني انت كصحفي أو كراجل بتلقى الحدث في نصف جمهور بالمتعدات وجمهور بالجمال ده احنا والله كان عندنا احساس اللي انت فعلا متأثر وعايز تعيط معهم لا احنا لنا حظ اللي احنا تابعنا النسخة دي من كأس العالم نسخة من أهم وأعظم نسخ كأس العالم ولقطة لازم اسألك عليها ميسي بعد انتهاء اللقاء الناس كلها عايزة تعرف ردة فعله كان ايه الكاميرات ما كانينش عارفة تجيبه كان كل اللعيبة فوقيه تقريبا ميسي كان اكتر واحد الكل بيهند يعني نحس انا كان عندي شعور كده وانا بصور ميسي ان الكل شايف ان ده كاس عالم ميسي مش كاس عالم الارجنطين بس وده اللي كان واصل للجمهور الارجنطين اللي كله هتف باسم ميسي بعد نهاية المباراة الكل بيبكي وميسي في اللحظة دي تبدأ على طول يتوجه لأسرته اول حاجة عملها على طول الكل بيلتف حواليه لكنه على طول بدأ يتوجه لأسرته اللي كلهم يا محمد دخلهم في حالة كده انغيار من البكاء زوجته ومامته وابنائه واخواته كلهم كانوا بيعاياته في المجردات كان في رأة شهيرة جدا والدته نزلته الملعب وحضنته حضن يعني هو اللي طلب كده يا محمد يعني هو اللي وقف وسبب الاحتفال ده كله وراح وبدأ يشاور لهم وبدأ يطالب الامن المسؤول عنه والامن المسؤول عن نزلته في الملعب اللي هم ينزلون وبدأ يقول لهم يعني ينزلوا لأرضية الملعب نصر محمد أنا أنا بحكي لك أنا مش متوقع ومش متخيل أو مش قادر أوصف لك الجمال بتاع المشهد ده كان عامل إزاي كل حاجة كنت تتفرج عليها مبارح كانت تدحكك والبكيك في نفس اللحظة لأول مرة في التاريخ كرة القدم بتنصف يعني اللي إدها بحقه حقيقي واللي أنصفها بحقه حقيقي كجمهور أو كلاعب أنت تسوى تكلم من شوية الكرة أنصفت من يستحق يعني قبل كده ما أنصفتش زيدان وغيره كتير من الأساطير في البطلات الكبرى زي كأس العالم في آخر فاينال لي ولكن أخيرا انتهى السيناريو بالطريقة اللي حبها الناس فعلا لكن اللي أنا عايز أقوله لك محمد إحنا فيه يعني بلفز كده يعني الكروين حلوتي جديد داخل للكرة العالمية وهو مبابي مبابي هيغير شكل الكرة في العالم وهيخليها أكتر متعة هيحقق إنجازات رائعة وطمنا شوية اللي إحنا في حد هيمتعنا آه يعني لا لا مش هتتوقف على كده آه يعني آه بثنه بعقليته وكل اللي هو فيه لا إحنا بنقول مبابي هيكون آه يعني امتداد لكريستيان وامتداد آه آه يعني مسي وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى بقى محمد بطراحة اللي أنا شفته مبارح دو نتتمنى اللي إحنا عن فترة محمد أنا عايز أقولك على حاجة أنا عايزي أخرج من كأس العالم دوت أقولك على حاجة واحدة بس والله العظيم يا محمد كل الصحفيين العرب اللي إحنا بناقبلهم في آآ مطولة كأس العالم يقولك ان اي صحفي او اي اعلامي عايز اشتغل كرة بجد ينحل الدور المصري ان الدور المصري هو من اكتر الجمهور العاشق لكرت القدم هو الجمهور المصري احنا محتاجين بس نهتم بشكل مركز شوية بالكرة في مصر والاهتم بتطوير الكرة في مصر بشكل كبير والله هنكون في حتة تانية خالص وده اللي نتمنى صراحة بعد التجربة الرائعة اللي احنا شفنا هنا والجمهور الرائع اللي احنا شفنا هنا اتمنى اللي احنا ان شاء الله نبدأ ناخد الخطوات للاتجاه دوت وبقولك واحدة من أكبر الحاجات اللي هتكبر وهتنمي الاقتصاد المصري هو الكرة القدم وبإذن الله نأمل اللي احنا نوصل لمرحلة متقدمة وممتعة من الكرة اللي عندنا شكل كبير منها في مصر وبإذن الله الفترة الجاية تكون فترة فعلا عيدة على الخير على الكرة المصرية ونقدر نستفيد بشكل كبير جدا من اللي احنا كنا عايشين فيه هنا إن شاء الله وأشكرك صديقي مصطفى أيحية على التغطية الرائعة أنا واحد من الناس كنت أستمتع بكل شغلك في كل مكان أشكرك على التغطية اللي كنت فيها معانا طوال كأس العالم صراحة حسستنا بالأجواء وإحنا عايشين هناك وختمت رسالتك معانا بأفضل ما يكون اللي نقدر نكون إحنا كمان في نفس الليفل ده ونأمل نشوف الكرة المصرية في أفضل مكان دي بقى لقطة عظيمة جدا يا معا اللقطة دي في قطر اللقطة دي الاحتفال ده بعدد الجماهير ده بالتأمين ده ده في قطر الناس كلها فرحانة مش للأرجنتين ولكن لميسي دي شامب كان ليه تصريح شفتوا مبارح مش متأكد منه هو ولا في ناس فيكيتوا عن لسانه فكرة ان في ناس متأكد ان هلقى في بعض الفرنسيين متعاطفين مع ميسي ميسي اللي ما كانش بيشجع لأرجنتين متعاطف مع مبارح الظاهرة رونالدو طبعا رونالدو البرازيلي تخيل لما يطلع البرازيلي يقول انا سعيد بفوز ميسي يستحقها كلام محترم جدا تخيل لما يطلع يطلع حد برازيلي يمدح في نجم الارجنتين دي بالنسبة لهم كارثة كبيرة كمان على فكرة بيلي اتكلم وعمل رسالة على انستجرام وقال ميسي يستحق وقال المنتخب المغربي وقال اخيرا كرة القدم تسرد قصتها وادف ميسي اخيرا اللي كان يحتاجه او استحقه من البداية وايضا يهني امبابي لتسجيله ثلاث اهداف وقال حاجة جدا حلوة على منتخب المغرب قال لا يسعني الا ان اهني المغرب على هذه الحاملة قوية والرائع اللي عملتها للكرة الافريقية قال من الرائع عن طرق افريقيا تتألق مبروك لارجنتين قال كمان بالتأكيد ماردونا يبتسم الان ده كلام قوي جدا يعني مش عارف مش عارف اقول ايه والله مش عارف اقول ايه دي كرة القدم دي كرة القدم ما خليه كل الناس سعيدة ناسي كل واحد ناسي ناسي امبالح معها الارجنتين حتى الان بتحتفل هم عادين حتى الان مستنيين ميسي وكاس العالم فقط فقط الناس محتاجة تحتفل محتاجة يعني كاسة ايه كرة جننت العالم ولسه اللي قادم افضل وقالها بليه قالك كرة القدم ما زالت تسرد قصتها وانطير للسنائة المغربي سفيان مرابط واشرف حكيمي لتتدروا التشكيل المثالي لبطول الكأس العالم عشرية 22 ده مش التشكيل الرسمي ده تشكيل من صحيفة ماركة الاسبانية وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي حراسة المرمى كان موجود مارتينيز الدفاع حكيمي اوتوميندي وديول وهيرناندز وخط الوسط سفيان مرابط وبلنجهام وجريزمن وفي الهجوم امبابي وميسي وديماريا فيما كشفت صحيفة الكيب الفرنسية التشكيل الافضل لبطول الكأس العالم من وجهة نظرها في قطر على النحو قاتي لحراسة المرمى ليفاكوفيتش من اوكرانيا وخط الدفاع اشرف حكيمي من المغرب رومانسايس من المغرب وديول من كرواتيا واكونيا من الارجنتين اللي نزل مبارح وخط النزل بديل مكان دي مرايا يا جماعة مبارح باللقاء شافة اختروس ازاي بس اوكي خط الوسط انزو فرناندز من اللعيبة المهمة افضل لاعب يعني شاب وصفيان مرابط خط وسط ولوكاكو او اسف ولوكا مودريتش معلش الاسماء كلها شابة بعضيها شوية فلوكا مودريتش اما خط الهجوم ميسي وامبابي وساكا انا شايف ساكا من افضل اللعيبة اللي كانت موجودة صراحة في الدوري او في المنتخب الانجليزي قدم كرة عظيمة جدا قدم كرة ناضجة والناس كلها كانت سعيدة بأداء وتحديدا جمهور ارسنل اللي كان سعيد جدا معايا خبر مش قادر اوصفه غير بخبر مؤسف وخبر مؤسف لكل عشاء كريم منزيمة اللي اعلن اعتزالوا اللعب دولية معنا التليفون استاذ هاني عبدالنبي قال ناخد الرياضي والصحفي نفهم منه هل الخبر ده فعلا صحيح وليه اخذ القرار دلوقتي استاذ هاني مثلا كيف بنورني كالعادة عبيبي متعلق دايما ومنور في قناة السمالك قناة الجماهير اللي بتاعش عنا دينا ان شاء الله اشكرك يا صديقي وتفتكر ليه بنزيمة اخذ القرار دلوقتي وقرار ده صحيح صحيح بالطبع احنا كل الناس تابعت اللي هام اللي فاتت جاهزية كريم بنزيمة اللي عودة من جديد انه هو يقود هجوم منتخب فرنسا في بطولة كالس العالم وكان الكل بيتطلع ازاي اللاعب يشارك في الميبارات الودية مع نادي ريال مدريك خلال الفترة الحالية وليه ما يرجعش البطولة ويقود هجوم منتخب فرنسا ومن هنا بدأت تبان التقارير العالمية اللي اتكلمت على الخلاف اللي ده بما بين كريم بنزيمة وديدي شامب بعد حفل افضل لها في العرب الكل راح في الوقت ده اضع ان كريم بنزيمة لما تحدث وشكر كارلو انشلوتي وشكر كل نادي ريال مدريد والتحاد الفرنسي والكلام من ده وما دقارش او تجاهل ده ديدي شامب ان ده سبب حضن او دي المدرب من نجمه او من مهاجمه اللي هو افضل لها تنعلم وبالتالي ما هو ما اشتغلش معاه اشكره على ايه ما هو كان هو بقى كان متطلع ديدي شامب لا شارك معاه بدور الامم الاوروبية يعني ما لعبش معاه في البط يعني كأس العام اللي فات كان فيه عقوبة ومشاركش اه يعني بالزبط ما كانش من القوام الرئيسي معاه فبالتالي فيه بقى طبعا فيه خلل نطقي وزهني ما بين المدرب وما بين كريم بنزيمة نشأ بينهم اه ما انا كنت شاف اصلا الصحف كمان بتهاجم ديدي شامب من تقريبا من نصف كأس العالم كده لانت ليه رجعت كريم بنزيمة كنت تخليه عينفعك في الادور الاقتصائية طبعا اكيد طبعا وخاصة ان انت في مبرانة ايه مبارح انت اكتشفنا الفوارق الفردية اللي بيملكها كريم بنزيمة وي اوليبي جيرو جيرو مبارح خرج لعلانه مدهي انه تبدل فيه نهاية الشوط الاول في ديه 40 لكن لما كريم بنزيمة لما يكون موجود في تشكيلة منتقى في فرنسا اكيد كانت الارجنتين او الكلوني كان هيعمل للعب بشكل كبير جدا لا ويجايب معنويات عالية افضل لعب في العالم واخد شامبيونزيمة يا جايب كل المعنويات اللي اتخليها تقلق ربا طبعا الزبط طبالتالي كان وضعية الكل كانت حالة لهول ازاي كريم بنزيمة انا كان مدرب عندي فرصة ان انا اعتمد على خدمات لعيب كبير بحجم كريم بنزيمة وازاي الموضوع ده طبعا كريم بنزيمة لما البطولة انتهت واخفق المنتخب الفرنسي جيكاس العالم اعتقد ان هو كان واخد القرار من بداية ما ميشي من معطفر منتخب فرنسا ان هو يعتزل دوليا ان هو يعتزل دوليا بس في بعض الاخبار ايضا شفتها في الصحف الاوروبية ان هو قال لو دي 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 شامبي هيكمل انا مش هكمل مع المنتخب اعتقد ان هو واخد القرار لان الاتجاه كله في الاتحاد الفرنسي ان هم كانوا بيتحايلوا لدي دي دي شامبي ان هو يكمل مع منتخب فرنسا من قبل بطولة العالم او تحديدا من بعد دور الامم الاوروبية ان كانوا بيتطلبوا المدرب ان هو يكمل حد هيرو 20-24 لكن هو كان المدرب شايف ان هو يأجل الملف لما بعد نهاية كاس العالم لأسألك على حاجة سريعا برضو تتهمنا في افريقيا جدا منتخب المغرب ووصوله للمربع الزهبي ولقاء قبل النهائي هل ده يضيف كرسي ايضا ومنتخب زيادة لمنتخبات الافريقية اللي هتشارك في كاس العالم لا احنا خلينا نتفق على ان اللي حتا البطولة كاس العالم بتنص على ان فيه 9 مقاعد كاس العالم القادم هيكون عدد منتخبات اكتر 48 48 منتخب هي ارتفع العدد المنتخبات اللي قرد افريقيا الى 9 منتخبات ثم هيصعد منتخب عاشر يعني 9 ونص 9 و3 مش 9 ونص لان احنا هيبقى فيه بطولة من 6 منتخبات هيش هيتم تصنيك ال6 منتخبات دول الاتنين الافضل هيتجنبوا الدور التمهيدي والاربع منتخبات الباقيين هيلعبوا مباريات فصلة ما بينهم ثم هيتأهل منهم فريقين يقبلوا الباقيين الثانيين علشان خاطر اتنين من ال6 منتخبات دول يمثلوا كسر العالم ربما يكون من ضمن ال6 منتخبات افريق بس الوايح بتقول لو فيه منتخب منقرة وصل لنصف النهائي بيزيب مقعد صحيح؟ لا هم رجعوا في المجلس فيفا رجعوا واعتمد فكرة اقصاء الاتحاد الاوروبي بعد الضغوط اللي تزيدت على الاتحاد الدولي بفكرة ان الاتحاد الاوروبي بياخد مقاعد كتيرة فليه كمان ندخله مرحق النواي نافذ القرات الاخرى للعدادة هههلف ان هي تاخد مقاعد اكتر فالموضوع برضو لحد ما خلينا نتفق لسه ومحتاج لسه ان نشوف اللجانة الفنية هتطبقوا لي في الاتحاد الدولي لان كل يوم وليلة ما بتبقى بتجاهد لبطولة جديدة بيكون ليه لسه ابعاد وبيحاول يرضي جميع الاتحادات الكبرى يعني انا متهيق لي لسه هنسمع على القام دي اه خاصة كمان ان الاول مرة هيبقى عندك بطولة من ثلاث دول بينظاموا البطولة وبالتالي انت لما بتيجي تتكلم عن ان ثلاث منتخبات هيتأهلوا بشكل مباشر اللي بطولة كاسة العالم المقبلة ازاي اللي يتم هيتم الملحق هيبقى شكله ايه من اللي هيتم اقصاءه من اللي نفسها كواد الحاجات دي هتبان صديقي استاذ هاني عبدالنبي اشكرك على معلوماتك القائمة وفي تقرير معنا عن ارقام العرب في مونديال قطر بعد التقرير ده هينضم لينا الغول كابتن نصر ابراهيم اضفنا النهاردة خليكم معنا من كان يتخيل قبل نحو شهر من الآن كيف سيكون اداء المنتخبات العربية ونتائجها في المونديال اكثر المتفائلين قد يقول ان العرب لن يتمكنوا من مجارات المنتخبات الكبرى لكن من كان يتوقع ان ينافس العرب على المونديال في بطولة استثنائية اقيمت في ظروف استثنائية فاز بها الرجل الاستثنائي ليونيل ماسي بعد غياب طويل عادت الارجنتين لمنصات التتويج وحلق العرب في سماء البطولة العديد من المفاجآت السعيدة حملتها بطولة كأس العالم ونجح العرب في تغيير الصورة الذهنية حتى لدى الجماهير منتخب المغرب حقق افضل مركز في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية بكأس العالم على مدار 22 نسخة من المونديال فان انجاز اسود الاطلسي لم يتكرر من قبل حققت اسود المغرب المركز الرابع متفوق على اسبانيا والبرتغال في نسخة منديال قطر سجلت المنتخبات العربية عشرة اهداف ستة انتصارات زينت مشوار العرب في المونديال حققت السعودية انتصارا وحيدا سيظل خالدا انتصار السعودي الوحيد كان على حساب منتخب الارجنتين بطل كأس العالم وانتصار وحيد لتونس كان على حساب فرنسا واربعة انتصارات مغربية على بلجيكا وكندا واسبانيا والبرتغال الكل بنهاية المونديال اجمع على ان كبرى المفاجآت المدوية كانت من نصيب العرب السعودية فازت على الارجنتين تونس فازت على فرنسا وهي الهزيمة الوحيدة للمنتخبين قبل الوصول للنهائي اما المغرب فقدمت بطولة اعجازية بكل المقاييس حتى يكون حصاد العرب في كأس العالم نتائج مشرفة اهلا بحضراتكم من جديد انوارني في الستوديو الغول كابتن نصر ابراهيم نجم النجوم نادي زمالك انوارني دائما يا بكباتي وحشني جدا انت اللي وحشني بس متابعك دايما في النادي وبشوف حضرتك كتير في نادي زمالك ودايما متقلقة يا بكباتي طبعا مباشي نسيب النادي طبعا النهاردة هنتكلم فحكتين مع بعض هنتكلم الاول عن نادي زمالك وتقلق الزمالك في اخر الثلاث لقاعات اخر لقاع ما كانتش الحالة بافضل شكل ولكن قدرنا ناخد ثلاث نقاط وده المهم بالنسبة لنا كلنا شاف الزمالك يقدر يعمل ايه بكرة علشان ما يكونش مجرد فوز يكون فوز ونتيجة ونفتح حبايا بمدرسة الفن والهندسة بن جديد يعني ربنا سهل ان شاء الله بس اهم حاجة توفيق ان شاء الله مهم بكرة نبدأ طبعا على المكسب خلي بالك انت ابتلعب على دوري عام طبيعي المرة الثالثة الصراع رهيب الفرق كلها على مستوى عالي كل الفرق حقيقي انت فانت ابتلعب على البطولة وانت بطل السلفة فانا اعتقد ان الفرق زي ما انا شايف كده ان هم عندهم ناز عادية ان هم عايزين ياخدوا البطولة للمرة الثالثة فكله جاهز النهاردة والحاجة الكويسة اي حد ما بيلعبش النهاردة لما بيشترك بيبقى عايز يقدي وبيقدي كويس اوي عشان زي ما انت شايف برضو الحمد لله مجموعة اللعيبة على اعلى مستوى على اعلى مستوى وكتير حقيقي لا والانسجام بيباني من اللقاء اللي التاني بيباني الانسجام اه طبعا قلنا بعد ست سبع متشاط استمرارية التثبيت التيم وبعض اللعيبة لما تجهز والموقوف والاسابات والحاجات دي هتلاقي فرقة الزمالك في اعلى حاجة الكويسة طبعا انت عارف ان عندك البديل البديل لا يقل عن الاساسي فدي طبعا بتدي نزعة هجومية طبعا وضغط على الفريق المنافس ونتمنى التوفيق ان شاء الله منها دي يعني قبل ما اروح مع حضرتك الفنيات اكتر وتشكيل اللقاء واللعيبة ممكن يبدأ اعتدنا تظهر الاشعاعات والكلام ده كله في نهاية الموسم يعني كان عادة نيجي ايه اخر خمس سبع اللقاءات يطلع بقى الاشعاعات ومين يزعل من فلان ومين عطس والتاني ما قلوش يرحمكم الله فاتخانقوا حاجات كده ايه تدحك يعني لكن السنة دي قلنا باسم الله الرحمن الرحيم يالله نبدأ دوري اشعاعات افتح اي مكان الناس ما بتصدق تقول اي حاجة اول حاجة ترد على الناس دي بايه حاجات دي ازاي يعني انا انا اتكلمت في الموضوع ده والموضوع ده مهم طبعا بمسح العابد الزمالك انها ما تبصش لاي اه كلام ملوش دعوة يأثر عليهم في المباريات اتمنى من الجمهور الوقوف خير في الفرقة طبعا بصار في النظر عن النتائج برضو انا بقولها بصراحة ليه انت بتاخد للمرة التالتة او البطولة للمرة التالتة وامل ان انت ايه تحتفظ بيها اه فدي مش سهلة وقررت الكلام ده انا برضو قبل كده قلت لازم كماهير نت الزمالك ولعبة نت الزمالك والمسؤولين ان يعرفوا ان النات الزمالك داخل على البطولة التالتة لكل المواصفات مهيئة ان الزمالك ياخدها حقيقي ويحتفظ بيها بجهاز فني بلعيبة اداريا رياسيا كل حاجة اه في ما صارها الصحيح رغم العقوبات او العقوبات اللي احنا بنشوف فانا نصحت طبعا اللعيبة ان هما لازم يركزوا في الملعب ما يفكروش في اي حاجة وده اه واضح واضح مع الجهاز الفني ان اللعيبة كلها واحد اللي بيلعب ولا ما بيلعبش وفاجأة تلاقي لعيبة بيلعبش ومصاب بعدين فاجأة لايه في الملعب كل الحاجات دي على اساس ان احنا هيبقى الضغط علينا انت شفت الضغط من البداية زي ما انت بتقول صحيح وإحنا كنا متخوقعين ان احنا عندنا سبع ماتشوات في البداية اقواء صحيح ممكن معرضين نتغلب نتعادل كل الحاجات دا وارد الحمد لله بلا ما جابش هزيمة الحمد لله تعادلين اه ولكن لا لحق دا وارد انا بقولك دا وارد لكن هو الضغط عليك هيبقى اقوى من البداية ليه نخلي بالك لان عليك من بدري من البداية من قبل ما تبدأ هو متأكد ان في الملعب مش قادر عليك اه طبعا انا داخل الملعب مش قادر عليك فلازم نفسيا بقى يبدأ يطلع اشعات على فريرة طبعا اصلا الراجل متضايق اصلا الجوا برد اصلا عايز يمشي اصلا جالوا عرض من مش عارف فين اصلا كلام كتير بيبدأ يطلع ويبدأ يوقع الجماهير مع المدير الفني لو بصوا دا مش مسبت خط دا مش بيعتمد على دا عايز يموت فلان دا بيموت الاي جماعة يموت اي الجماهير الزمالك عندها ثقة في نادي الزمالك في ادارته وفي الفريرة وفي اللعيبة فانتوا جيتوا في الحطة غلط بالظبط انا عشان كده برضو احنا انا من نفسي وبعض الزمالكوية المقلسين بيكلموا مع الجمهور انه لازم يوقف ورا في رقيته ما يبصوش للكلام اللي ملاش لازم احنا سمعنا امام هشوف في الفترة كانت هاي جدد عايز يسافر عايز والحاجات دي وانت بتقول دلوقتي ممكن بعد شوية انا بطحك ليه ان لو الكلام دا كان على اي لعب تاني كانت قلب الاعلام والسوشيال ميديا وانتوا بتهدوا لعيبة مصرية ولعيب شاب ولسه بيطلع لكن امام حد الشراء حد السامع با ام انا بقوله حد السامع عادي مش مهم يا جماعة خبطوا فيه براحقكم امام اشتباح امام عشان هو ماشي والعيب كويس ومستوى كويس هو وزيز وبعد زميل كلهم فطبعا لازم كلهم بصراحة ماشي بشكل كويس بس الحمد لله فطبعا لازم يهدو لك واحد غرى واحد يعني مش هيسبوك كده خلي بالك لازم جمهور ناد الزمالك يحط الموضوع في دماغه كابتان هو مين اللي بوز محمود علاء مين اللي هدو الجمهور طبعا مش الجمهور اللي سائل جمهور الجمهور والعلاق اللي خلي الجمهور يعمل كده في اللاعب مع او ضد ايا كان الفكرة ولكن اللي ودى اللاعب ده لكده هو كله حافين عنده طاقة مو بدرش يستحمل طبعا اوباما مستحمل ضغط عمر جابر استحمل ضغط امام استحمل ضغط ولكن احنا كجمهور وكاعلاميين وكناس تنتمي لزمالك يمشي طبعا ده الرجل طبعا نعمل ما جيه وهو لا يصلح لا يصلح تسبب تسبب سامسون الحمد لله ما يفهمش عربي بس احنا برضو الحمد لله ما يفهمش عربي انا عايز اوصل برضو لنقطة يعني مهمة برضو احنا رعت في عهد احتراف ملعبة كبيرة والمواضيع دي بقت سهلة تكرارها بقى سهل بزي زمان يعني زمان كان ايه الاشاعة تقعد مسكة دلوقتي خلاص الاشعاعات بقت كتير كابتن انا بسمع كلامك للأسف من لعيب الكورة كبار بيطلعوا ياخدوا اللقطة ويطلعوا ينتقد بعض اللاعبين يقولوا ما انت بتاخد ملايين كتير استحمل الضغط حضرتك لما كنت لعب ما استحملتش الضغط حضرتك لما كنت لعب زمت عالجماهير حضرتك لما كنت لعب ما في فيديوهات موجودة والناس ما بتنساش لا دي حقيقة فما يطلع لعيب كورة كبير يقول اصل مفروب محمود علاء واللعيبة تستحمل ما انت تاخد فلوس كتير طب مع حضرتك تاخد فلوس كتير وفي يوم الايام ليك لقطة يعني الناس كلها شايفاها اسوأ لقطة في الكورة المصرية ما انا بقولك انا بقولك اللعيبة برضو لا اللعيب انسان وبيفكر وبالعكس ده بيقدي هو طبعا لازم لازم يبقى فيه انا بقى اتكلمه صراحة لازم يبقى فيه توعية من الجهاز الفاني او المسؤولين صحيح لان الحاجات دي لازم تخله بالك والحاجات دي ما تخطهاش في دماغه عشان دي بتأثر على اللعيبة انت عارف لما يبقى فيه جمهور يعني احنا زمان لما كنا بنلعب طبعا لما يبقى فيه جمهور تبقى فيه مشكلة ما لها بتسبب له مشكلة صحيح لكن دلوقتي خلاص احنا دلوقتي التعليم زاد الفكر زاد ومدهاء لان الاول نشوف فيه حد نفسي او كبيب نفسي مع اندية المصرية تحديدا مع اندية كبيرة زينية زمالك انا قايمة نزلت قايمة موتش بكرة ان شاء الله قايمة جاهزة يا شباب قايمة معانا على الشاشة في حراسة المرمى في عواد وصبحي خط الدفاع عمر جابر وعبد الغني والزناري وحسين عبد المجيد وفتوح والمسلوسي خط الوسط روقة والسيسي ودونجا امام عشور يوسف اوباما شيكبالا وزيزو ويوسف اسامة نبيه وسيد عبدالله نمار خط الهجوم سيف الدين الجزيري وسامسون ويوسف حسن اراك فحامي دي بوكبات قايمة حلوة طبعا اللي هيب على اعلى مستوى انا بقولك يعني تقلي نحترد لها عدمين الحمد لله الحمد لله نمسك الخشب اي خشب في الاستوديو ده برضو تديك الفرصة ان يبقى عندك دكة كويسة او الناس قاعدة بره كويسة كل الحاجات دي مهمة وغير بقى طبعا فيه لعيبة كتير مش عايز اقولك فيه لعيبة ناشئين كمان في الوقت ان شاء الله ربنا استاكد زي مين يبقى قولنا لو فيه اسم حضر في زي ما كيرتو يعني كان حسام اشرف كان موجود وخرق طبعا وفيه سف فاروق جعفر ما عرفش برضو سف فاروق موجود يبقى اشوفتو في النادي بس ما كانش في التدريب ممكن عنده فيه ولاد بقى طبعا فيه محمد طارق من العيبة اللي بتشارك اي محمد طارق محمد طارق سردبك هاي فيه سكر من العيبة اللي قاعدة فيه سكر عاتم لا فيه في الخضري خط واسك جاهز مجد هاني مجد هاني لا ايش هو لا ده فيه اسم كتير لسه لسه الدور جاي فيه حرص المرمى نديم وساد عطية نديم وساد عطية ظهر صبحي وعوات الضبط الضبطه فيه حاتم فيه فيه لعيبة يعني حراص مرمى كويسينو فيه لعيبة كتير على مستوى عالي واتمنى اتمنى في الفترات الجاية تبقى الفكر كده مع مع اللعبة اللي هي موجودة اللي هيخرك اللي هيخرك برة اللي هيحترك برة اللي هيعمله اعارة كل الحاجات دي تبقى مفهولة على اساس دي طبعا تعرف الكرة هي دلوقتي بقت موارد مالية صحيح يعني لازم تاخد بالك من الحاجات دي خاصة العقابات اللي دايما بتقابل نادزة مالك في النواحة المالية بتحصل يعني يعني عاد برضو قول حضرتك الغيابات موجودة خارج القايمة من اللقاء بكرة في مصطفى شلبي للاجهاد اللي كان عنده اللي خرج بسببه في اللقاء قبل اللي فات وابراهيمة نضاي عنده اصابة لسه يكون موجود ان شاء الله عنده اصابة في العضلة الخلفية واللحقناها بدري كان ممكن يوصل لحاجة زي الوينش لكن الحمد لله تلاحقت بدري سيف جعفر استبعاد فني عبدالله جمعة استبعاد فني بيكمل بعض التأهيل انه هو كان عنده دور برت عبدالله جمعة ونزل التدريبات اول امبارح ففريرة عنده كده قاعدة اللعيب لازم يشارك عدب معين قبل اي مارش وقاعدة بنفذها على كل اللاعبين فدي تنفذت على عبدالله وعلى سيف عبدالشافي للتأهيل وكان موجود امبارح على فكرة عبدالشافي شفته في النادي وشفته في التدريب وكان بيبمرن قبل اللعيبة بنص ساعة في فترة التأهيل هو عمر جابر وكان عاملين تأهيل قوي جدا في تراك على جانب الملعب الزمالك عنده اصابات كتير ومتهاء لعودتهم الفريق بشكل كبير هجوميا ودفعيا طبعا انا انت شوفت قلت مجموعة العيبة على مستوى عالي برضو غير يهزوا اي فريق كلهم جمديد طبعا احنا برضو بالمناصب برضو في الجهاز الطبي بتاعنا دكتر محمد قسامة على اكبر يعني ده بقاله فترة مش محسسنا بالجابات انها بتقعه كتير برضو دي مهمة يعني فتوح رجع وبص الفترة الناس كأنا كنت متخوف ان فتوح ايهات فترة لا رجع هتلاقي مسعب شافي هتلاقيه رجع يعني واخب بالك اللعيبة اللي موجودة طالما الجهاز الطبي على المستوى العالي طبعا هتلاقيهم موجودين في اي وقت وده بقى وده بقى شكل سريع ان شاء الله كل الحاجات دي فالحمد لله عندنا وفرهم اللعيبة المميزين ودي برضو الصفقات اللي جات زي ما انا قلت الناس كانت زعلانة هم بتدقيق ان الصفقات كتيرة لا احتاجناها كتير ايه انا عدت فترة طير مقيد موقوف وانا بقولك فالكامعي قايمة اجبارية يعني على اساسنا انا في اوقات يعني كنت باشوف بصت فريرة على الدكة اللي هو يبص مفيش حد انزله يعني منزل كل ان فيش حاجة هعمل ايه طبعا فلا دلوقتي زمالك جايب لعيبة اساسية ولعيبة يكونوا موجودين بشكل قوي دكة ولعيبة تسند ولعيبة تكون موجودة زمالك لعب اخر ثلاث لقاءات بدأ يعمل سلسلة انصارات جديدة جيش ثم بيراميدز ثم اخر لقاء ظهرنا فيه بشكل قوي جدا امام البنك الاهلي زمالك كل اللقاء لعب بشكل مختلف بعض التغييرات في الخطة بكرة حضرتك تفضل او بتحب يبدأ ازاي مستر فرير انا طبعا مش هيا مستر فرير مش هيغير يعني ممكن يبدأ بعمر اذا بعمر بفتوح يا حيبدأ بلعبته مش هيغير هو بس فيه مستر فريرا برضو الناس ما تتصرعش عشان هو بيعمل تغييرات دايما يعني هو بيعمل تشكيل بيلعب به وبيبدأ بالمباراة بس الميزة في مستر فريرا انه هو بيبني حسابه في اي وقت مباراة الوقت تغيير ممكن يغير طريق لاعب يشيل لاعب وخبالك حسب سير المباراة ودي حاجة فان هي انا باعتبرها عالية مش هاعد انا اسبت تيم واشكل تيم وعارف ان انا حال عبتوانا نزل تلعب بالطريقة دي مثلا وليت الفرق موقفالي او بتلعب بالطريقة مختلفة وخبالك او دفاعيا اوليلا الناس تنتقد في بعض الناس كده قاعدة تنتقد لو لعب بالعيبة اساسية يقولك اه فريرا هيعمل اجهاد واصابات للعيب عمل تدوير اوباز الراجل مسبتش تاب نعمل ايه انا الماتشير اللي فاتو شفت تعليقات كتيرة وانا طبعا ضدها تعليقات كتيرة ان هو لعب بالتشكيل كذا ولعب بسنترفيرو كذا لا هو مصدر فيرا بيشكل او بيعمل التيم على اساس فرقته تثبيت اللي هو عامله والميزة بقى الاحسن ان هو اثناء المباراة عارف اللي بيقود المباراة اثناءها تيب تبقى حاجة مسهلة انا بكون موجود في الملعب اه الملعب ليه بقول في الملعب غير الماتش في البيت في البيت الكاميرا جايبالي شوفوا انت متولي الجزء بتاع الكورة لكنو انا قاعد بتفرج جوه الملعب انا بكون شاف التوزيع انا شاف الرسمة بالزبط فبشوف امتى الزمالك فجأة بيلعب وراء اه 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 فجأة اربعة تلاتة تلاتة فجأة خمسة اه تلاتة اتنين فجأة بيلعب تلاتة اربعة تلاتة فجأة بيلعب تلاتة تلاتة اربعة بشوف التغييرات شوف انا بكون مستمتع ما انا بقولك هو ده بقى المدير الفاني اللي بيستغلها وخاصة ان احنا عندنا بعض لعيبة مميزة انها ممكن تلعب في اي مكان برولة اختكية اه بالزبط ودي حاجة كويسة مايبقى عندك لأي بيلعب في اكتر من المكان دي بالنسبة للمدير الفاني بتبقى كويسة دي طبعا حاجة كويسة للمستر فيرا ان هو بيدير المباراة هو شوف انت بتشوف في الملعب غير في البيت صحيح واخبالك هو بيشوف الملعب سير ازاي الفرقة اللي الصاده بتلعب زا ايه النقطة القوة النقطة الضعف ممكن اغاير الطريقة نزل امام مثلا ده في الماتش اللي فات امامك مفوط عفض فندر لما كان في نقص راح لعب لقدام واخبالك وجاب جوا صحيح الماتش اللي فات فانا بقولك يعني دي حاجة ماتش اللي قبل الفات اللي قبل الفات فدي مميزات كلها بتبقى اه اسامة اه يوسف اه اصدي يوسف يوسف اسامة الوقت اللي نزل فيه ويشوف اي فيه كله ما كنتش متوعاب نقوم ما نزل لكن طوعاته في اهم ملعب فيه طوعاته اهم نقطة بالنسبة لنا في المكان والجون اللي جابه في المكان هو بيلعب بدماغه كويس اي نعم هو بيلعب على اطراف بيلعب وينجي ليفت سريع جدا على ذكر رأس الحربة وحضرتك الغول يعني والناس كلها عارفة تاريخ حضرتك الكبير معنى نزل مالك الله يخلي رأيك ايه في سامسون اللي لسه ملعبش ماتش كامل يعني لسه معا لسه ملعبش ما هو هو بص سامسونج انا يعني شفته الماتشين اللي قبل المنصاب وخبلك لا هو في الوقت اللي هو ماتش اللي سجل فيه مع سموحة والماتش اللي عمل فيه كوبري كده عشان يسجل فاتوح يسجل الماتش اللي فات برضو لو تلاحظ لو تلاحظ هو اللي سحب الدفاع ليوسف ودي برضو بقرر وبقول النادي الزمالك او الفرقة كبيرة ما تقدرش ما تقدرش ما تلعبش براس حربة لازم وعايز افهم برضو بعض الناس الراس الحربة مش لازم يجيب هدف خلي بالك الراس الحربة ممكن يبقى محطة خبالك ممكن تحرقاته ممكن الضغط كل ده بيساعد الآخرين معاه ممكن ما يجيبش جوان عصلاً اللعبت في المكان ده وبرضو طبعاً كان وقابلت كل الهجوم ده وقابلت امتى سجلت امتى مسجلتش لا كنت بلعب ماتشوت مش عايز اقولك يعني كنت بلعب ماتشوت هيلة وبلعب ومعمل بقى سبب في مكسب الفرقة بس ما بجيبش جوان فالناس ما اه اخي ببالك فدي برضو لازم الناس تتحمل الراس الحربة هو من السامسونج من موضوع دوت انه بيجري بتحرك كبيره على العرضة القريبة العرضة البعيدة على طول مساء شايف بعض الاحكام الصادرة من بعض الناس يعني ضده سامسونج في ناس تبدأ تقولك اصله هو لعيب محطة اصله هو اللعيب بسندوق اصله يا جماعة هو العيب هو العيب هو العيب الفريرة بقى اللي بدأ يقوله والله يا ابني انا عايزك تستبقى انت اللي نبني عليك الهجمة وده متهيقلي صعب انه هو قصير القامة فانا مش هبني عليه فهبني على سفة ديني الجزيري مسلا بالزبط فدي مسلا فممكن استعمله كاستلام هو بدنيا انا شوفت في ماتش فيراميدز كرة تحت رجله خبط فيها براحتك لعيب كويس هو بدنية عظيمة هو طبعا زي ما انت عارف معظم الناس عندين هنا عايزين الرسل حربة اللي هو متعودين عليه اللي هو اللي هو ايه بقى ده اللي هو ايه بقى اللي هو اللي هو اللي هو بيعمل ايه اللي هو بيبقى ثابت اللي هو متحرك بس في التمنتاشر ما يخرجش بره الجوه بيسحب بيقدر يجيب اهداف على طول وخبالك هم بصير لها كده انا عارفوش ان المفروض الكرة طورت بقى فيها جاري وبقى فيها سرعة صحيح طبعا اه طبعا هي برضو في نقص برضو ان برضو الناس برضو بتفكر برضو ودي مهمة لازم بقى فيه مساعدة رأس الحربة لازم يكون بيستغل رأسه دي مهمة فطبعا الناس عشان بتشوفش الحاجات دي دلوقتي يعني تعارف برضو بعد اعتزال برضو الفراو ده بس انا بحس ساعات اللي فرود لو القوي بدنيا بتحسب عليك ساعات فاولات زونك بتحصل معاك دي يا كابتن انت بتحجز على كورتك فالحاكم يحسب لك فاول كتير كتير بتحسب علي وعليك عليك انا معنا بقى كابتن ياسر عبدالرقوف يقول لنا يا كابتن ياسر كابتن ياسر يعني اما نلجأ في اي حاجة تحكمية ماينفعش ماينجيش لحضرتك حكامنا الدولة يعني انو نتعلم منه دائما نورك يا كابتن ياسر الله يخير انا عايز اتكلم حضرتك في نقطتين ولكن نتكلم في النقطة المحلية الاول شايف حتى الان في اول بداية الدورة كده وبداية الموسم شايف التطور عامل ازاي في التحكيم المصري رأيك في التحكيم بشكل عام عامل ازاي التطور طيب بص يا عبد انا ليه بقول تطور علشان مفروض في تطور يعني مفروض في اسم جديد جاي يطور كاتن بيرج انت بص يعني استرقتني انا كنت ناوي بكرا ان شاء الله وتحرير مصري الزمال كنت حكينا مع بعض النقط من ضمنها النقطة الاسمال انت بتتكلم فيها لها التطوير تمام دايما يعني الناس بطال الاقتصاد والناس بتوع المتابعات الميدانية لما ديجي دايما تقول تطوير فيبقى لازم يكون في مقارمة صحيح مدين القديم ومدين افتر بفور علشان ايواء علشان تقبل توصل بالضبط احنا كنا فين ووصلنا لايه وهل التطوير اللي كان موجود هل تطوير ايجابي ولا هل هو بقى اصبح حاجة سلبية او معاوضة تمام طيب احنا بنتكلم احنا في الاسبوع التامن لو اتكلمنا على السبع السابيع اللي هم مروا من عمر الدوري هو لنتلعب فيهم حوالي 63 مدش صحيح 63 مدش دولي عضا تتغير فيهم عشر مبريات نتايج النتيجة المباطلة تغيرت بسبب اخطاء تحكمين تمام لو بصينا للنسبة حنلاقيها حوالي 15 في المية وتماثين من العشرة يعني بنكلم في حوالي 16 في المية علشان نوصل بقى يبقى عندنا نتيجة ديها معنى ده قارن ما بين السبع اسابيع بتوع المسم ده والسبع اسابيع بتوع المسم بداية المسم اللي فات تمام لو قلنا ان اطلعت في السبع اسابيع دول اللي هو وقت المقارنة يعني كان حوالي ستين مباراة اتغير فيهم تقريبا حوالي تسع مطشاة او تمام مطشاة بالتحديد تمام مطشاة فكانت النسبة احنا بنتكرم في حوالي 13 الف المية فنسبة اقل النسبة اقل من السنة ده 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 التطوير اللي احنا فيه يعني يعني الكيرف الكيرف نازل التطوير مجاش بالإجاب اه ده ده في النقطة الظهرة اللي احنا ممكن نتكلم فيها تمام في الديتيلز برضا هنوصل لحاجات تانية هلاقي فيها ان احنا بنرجع الورا مش بنمشي لقدام صحيح ده بتاقيق لي يجوّك على السؤال احنا فيه طب رأيك الشخص يا بوكبات هل لازم يكون في تدخل دلوقتي ولا الصبر برضو أنا من أنصار ان اي حد بيشتغل لأ نجم ياخد فرصاته كاملة ولازم ان هو يتساند من الجوة المنظومة واللي برا المنظومة على اساس في الاخر ان ما ينفعش ان احنا نقيم جزء جزء او حتة حتة لكن من أصول الشغل لازم يكون في متابعة لازم اتابع ويكون في يبقى قولك والله اخلي بالك ده احنا كده بننزل فلازم نتابعة المتابعة دي هتودينا لتصحيح المصار اذا كان عندنا اخطاء او للتجويد اذا كان عندنا الدنيا ماشي بشكل كلام صحيح كلام صحيح انا عايز اروح من التحكيم المحلي للدولي وعلى ذكر يعني او بقى سيمو مارنشنياك الحكم اللي كان موجود في اللقاء الفاينال كان محكم بين زمالك واهلي تهيقلي على ما اظن يعني حالي تصححلي ماتش الكاس ماتش 2-1 لنادي الزمالك كان في لقطة شهيرة جدا ظهرت بعد اللقاء بيوم النهاردة الصبح في صحف فرنسو كلها مقلوبة الجوني التالت بتاع ميسي في اتنين من الدكة او اللعيبة البودلة بتوع الارجنتين وصورة تنزل معنا على الشاشة نزلوا جوا الملعب وبيطلبوا بإعادة اللقاء وبدأت الكلام في فرنسا على الهدف ده لازم يلغى وده هدف غير صحيح حضرتك تحكميا واللوايح بتقول ايه في حاجة زي كده طيب احنا مش بنتكلم في الاوليه احنا بنتكلم في قانون ميش تمام ميش القانون في الحالة الزي دي عشان نفرق ويعني ايه مش عايز الناس تتشتت مني وفي نفس الوقت عايز اوصل للهدف على طول اوكي احنا بنتكلم في ان في حد او شخ زائد موجود داخل المرحب ام الشخص الزائد ده تعريفه بالقانون حاجتين تمام ام يأما يكون واحد من المسجلين او المقيدين في تقرير الحكم بتاع المغراء اللي احنا بنقول عليهم اللي عليهم القسيين البودلة مسؤول الفريق اللي هم عبارة عن الموديل الفني الموديل الاداري الاداريين الجهاز الطبي تمام كل دور تمام دور اسمهم ان هم بيقيد في السكورشي بتاع الحكم وبالتالي دول تعريف او جزء من تعريف الشخص الزائد تمام الجزء التاني انه هو ما يكونش احد العناصر المسجلة في تقرير المغراء وده بنعتبره اسمه عنصر خارجي امش احنا بنعتبره القانون بيعسام لقوع عنصر اه اللي هو ممكن حدم الجماهير حدم اه المصور اللي ولاد اللي بيلمه الكور اه زي ما بحصل عندنا ممكن تشوف حيوان قليل ماشي جوا الملعب اه كل دي عناصر خارجية اه او زي ما حصل في الدولة الانجليزة اشتنا من السنين ان اترامت اه اترامت بلدونة جيرة جوه منطقة الجزاء ايو مش ودي دي عناصر خارجية تمام اه حنتكلم برضو حنيساها بقى جزئين في حالة ان فيه هجمة اه وفي حالة احراز هدف مش في حالة هجمة تمام نيحمل عليها هجمة وعدة او فرصة محققة دي ليها اجراءات تانية خالص حنيبقى بعالناها علشان مش ده الحالة اللي معانا ما نبقاش عن الموضوع الحالة اللي معانا اللي هي حالة احراز هدف تمام حالة احراز هدف وفي نفس الوقت نزل اه حد من الفريق اللي هو بيحوز الهدف زي ما احنا شايفين في الصورة هنا هو البودلة هم اللي دخلوا جوه المرعة بيارضة صحيح تمام قبل ما حقولك الاجابة حقول ان دايما انا بأكد على ان فيه حاجات موجودة في قانون اللعبة ما هياش منطقية مش ما هياش منطقية ولكن احنا حنقولها بحكم ان القانون هو اللي موجود اللي احنا نقولها والمشتغل دي مش بنتكلم ان هو اذا اكتشف الحكم اه او ادرك الحكم يعني باللرز القانون ان لحظة احراز الهدف او بعد احراز الهدف وقبل الاستئناف تمام اه ان كان فيه شخص زائد موجود اللي هو احد افراد الفريق اه اللي بيحصل بيطلغ الهدف ويحسد برطلة حرة مباشرة من مكان دخول هذا اللاعب لا الكورة كان لسه هتتلعب يعني كنت لسه رايحة المسي وهم جوه هم جوه كورة لسه جون صدها ما كانينش لاخر كان لوريس صدها ولسه مسي داخل عام المتابعة بتاعتها بالزبط كده اه طبعا يعني لما نيجي نبص الحالة ونشوفها تعالى ان دخول لعينة دي بياردة او بخطوة زي ما احنا شايفين ما هواش مؤثر على اي حاجة بالزبط يعني مش مؤثر على الكورة من ناحية التانية خالص وما هواش منطقي ان انا الغي هدف عشان الناس دي دخلت جوه الملعب بياردة وهم اساسا مش حاجة انا ممكن اعقبهما ديهم انذار لكن مش هلغي هدف يعني فاينال كاس عالم ولكن ده مش بمزاجنا يا عزة ولكن ده مش بمزاجنا ولكن خلاص هو حدث وانتهى متأري مش هيعيدهم ماتش شنكورة دي يعني انا حقول لك حاجة تانية احنا كنا بنشتح دائما للحكام احنا بتعارف ان بيجينا كليبس من الاتحاد الزوبي كحالات تعريفية كان في حالة ان هاجمة في موضوع الجزاء فريق والفريق اللي بيهاجم نزل دكتور الفريق بتاعه بيعالج حادث المرمى اللي في منطقة الجزاء العاكسية اه تمام كانت دي اجابة اللي جاية من الايفاب والاتحاد الدولي ان الهدف يتلغي ويتحس بركل الجزاء تمام بما ان رجل ده دخل جوه منطقة الجزاء ركل الجزاء عليه ركل الجزاء على الدكتور اللي دخل الله يا كابتن ياسر الكلام ده هي هو كلام صحيح جدا ولكن كل عشاء ميسي هيبدأوا ييلاقوا من دلوقتي كابتن ياسر اشكرك جدا جدا على توضيح نقطة هامة جدا وانا من اكتر الناسر بستمتع بالكلام مع حضرتك وانتظرك بكرة في الستوديو التحليلي تتكلم اكيد اكتر عن النقطة دي وعن تحليل لقاء زمالك غدا كابتن ناصر شفت لقاء امبرح ازاي اه طبعا لقاء كان هايل يعني كامل اهدافا وكورة انا صعاقت تاريخي من اهم اللقاءات تاريخ اه اه انا فعلا يعني انا صعاقت كمان بمستوى اه اه فرنسا في الشوت كما جاتش اول ستين ديئة الارجنتين اه في الشوت الاولاني صعاقت واخبالكو يا فرنسا بتلعب وجاب الجنين فصعاقت يعني ارجنتين كتنزل مركزة جدا اه وبعدين اتحول ماتش زي ما انت شفت في الشوت التاني لاهداف جميلة في اوقات اه يدي اه تمانين ضرب الجزاء قلبة اللقاء بالضبط كل ده تقلب الماتش في لحظة ودي برضو بنبين حلوة الكورة ها اللي احنا لازم بقى ان يفهمها في مصر هنا لما الهدف يتأخر لما الهدف نصبر ونكتهد ونكتهد والحاجة الاجمل والاجمل مفيش صديعوات لا كله بيلعب مش هضيع الديتين دول عشان يخلص وتبقى الوقت كله ضيع في حاجات بلاش على الاسف وقت يخلص مع حضرتك ولكن سريعا توقعاتك لقاء بكرة الزمالك ان شاء الله في نتيجة معينة ان شاء الله ممكن نتيجة بكرة ممكن توزر ممكن تقول رقم مثلا ممكن بـ 2-0 2-0 ان شاء الله بكرة الزمالك يفوز بأي نتيجة لأي نتيجة أكون راضي نروح للسوشال ميديا سريعا ناخد أي كومنت معنا رسالتك للاعبت زمالك وتوقعاتك للنتيجة شريف مسأل فولي أضا رسالتي للعيبة التلاتة بونت رجالة ان شاء الله الدوري زمالكاوي لمسمة ثلاثة على التوالي كلام محترم أحمد أعيب مسأل خير عليك يا أضا أحب أقول لك أحب أقول لكل اللعيبة يلعبوا بروحه عزيمة على المكسب وأتمنى ميستر فريرا يلعب كل لعب في مكانه ولازم نستغل أي فرصة يجي في المباراة بإذن الله ترتصفر للزمالك كل الدعم وتوفيق لنا دينا الملك الحبيب شكرا جدا يعيد أعتذر لكل الناس ركات بكومنتات الوقت أخذنا مع كابتن ناصر وكمان مع كابتن ياسر عاتليفون شكرا لحضراتكم وديما مساكم أبيض وخطر حمر